اشتركوا في القناة الناس الى الله سبحانه وتعالى الناس لا يعلمون في بداية الامر ان هذا النبي نبي صادق او لا وانه يمثل السماء او لا فالحالة الاولية هي الجاهل اذا كان الجاهل عذر كان كل واحد من الناس يقول انا لا اعلم ان هذا صادق او لا ويذهب الى بيته جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واني كل ما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم هذا موقف قوم النبي نوح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كانوا يخلون اصابعهم في اذانهم وفي المطول على ما اذكر يقول جعلوا اصابعهم في اذانهم لا يقول جعلوا اناملهم في اذانهم لان الاصبع لا تدخل في الاذن الذي يدخل في الاذن الانمله كأنه لعله هذه يحاولون مهما امكن ان يقحموا كل اصبعهم في اذانهم حتى كلمة واحدة لا يسمعونها حتى لا تتم عليهم الحجة واستغشوا ثيابهم يخلون ثيابهم امام اعينهم حتى لا يروا نبي الله نوح هذا العمل الذي كان يفعله المشركون تجاه النبي الاعظم صلى الله عليه وآله كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعل معنى الآية يعني سووا جلبة ضوضاء حتى لا يعلم ماذا يقول النبي الاعظم صلى الله عليه وآله والافراد الذين كانوا يأتون الى الكعب بالتاريخ اكوا انه كانوا يعطونهم قطن حتى يخلون القطن في آذانهم ولا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وآله اذا كان الجهل عذر اذا لازم افحام كل الانبياء اي نبي من الانبياء لم تكن له حج الا لمن عرف الحقيقة اتفاقا الجهل الجهل مو عذر في اي قانون وضعي حتى القوانين الوضعية الفعلية الجهل لا يعتبر عذرا انا اجهل القانون ما اليك حق ان تجهل القانون انت الذي تعيش في دولة يجب ان تعرف قوانين تلك الدولة عندما تريدون ان تدخلوا مطار الدولة ليجب ان تعرفوا ما هي البضائع الممنوعة اذا ادخلت بضاعة ممنوعة في مدينة في مطار المسؤولين يأخذوكم تقولون انا لا اعرف يقول ما اليك حق ان تدخل بلدا وانت لا تعرف قوانين ذلك البلد الجهل معظر احنا يجب ان نعرف ماذا قال الدين في قضية الامامة الالهية كثير من المسلمين يجهلون هذه القضية ويبررون جهلهم بانه وقت ما عندنا اشغالنا تمنعنا واحد يهتم بالقضايا الجزئية الثانوية ويغفل عن القضية الكلية التي ترتبط بتقرير المصير هذه القضية قضية خطيرة قضية الجنة او النار النبي صلى الله عليه وآله يقول تفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة فرقة الناجية والباقي كلهم في النار القضية قضية تقرير مصير قضية حق وباطل من يتمكن يقول واحد انا ما عندي وقت انا مشغول يجب ان يحقق في هذه القضية احنا في جزئيات الاحكام يجب علينا ان نحقق كيف نصلي كيف نتوضى كيف نحج فكيف لا نحقق في هذه القضية الكلية وهي قضية القيادة والامام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة